السلام عليكم مشاهدين أجواء ستكون نوعا ما صيفية كون درجاتها راح تكون جد مرتفعة خلال اليومية السبت والأحد وحتى يوم الاثنين إن شاء الله تقص مستقر كذلك مع غير أنه إن شاء الله أقول يوم الاثنين ستعود الأمطار من جديد لتخص شمال البلاد ونشوفوا التفاصيل وصورة القامة الاصطناعي اليوم السبت بحول الله بعض صحاب الكثيفة العابرة نلاحظ فيها تخص أغلب المناطق الشمالية للبلاد الرياح بحول الله تبقديم الرياح نوعا ما قوية نسبيا بسرعة تصل إلى غير 40 كم في الساعة تخص أغلب المناطق الجنوبية أما عن حالة التقص بحول الله لصبيحة السبت تقص من مشمس إلى ممتر على فترات سنسجل على السواحل الغربية وكذلك الشرقية للبلاد بالنسبة للمناطق الوسطى وأغلب المناطق الجنوبية لأجواح تكون غائمة جزئيا درجات الحالة إن شاء الله لصبيحة السبت نلاحظوا نوعا ما مرتفعة بداية من الصبيحة لذلك سنسجلوا 19 درجة على بجاية جي جي سكيك داعنا بطارف قلمة سوقها سبسة وأم لبواقي 16 على الجلفة تيرت حتى على قسنطينة الصيف كذلك على مدينة بيتنا وميلا 17 بالبيض بالنسبة لجزيرة العاصمة 18 درجة 16 بوهران 24 على بشار 27 على غردية 31 درجة على إن صالح إليزي وأجانت 32 درجة على إنقزام وبرج بجي مختار بالنسبة لظهيرة يوم السبت أجواء جميلة مشمسة إن شاء الله مع بعض السحب الخفيفة راح تخص أغلب ولايات الوطن بدون استثناء بعد الظهيرة تتغير الوضعية الجوية فقط على المدن الداخلية الشرقية وحتى على أقصى الجنوب أين يرتقب تشكل خلايا رعدية تكون ماطرة في أغلب الأحيان درجات الحال إن شاء الله لظهيرة السبت أجواء حارة حوالي تلحق إلى غاية 30 درجة على تلمسان و31 بكل من مدينة وهران كذلك عينتي موشينت والبيض 30 درجة على المدية وتزوزو 35 درجة على معسكر غليزان شلفوسيدي بالعباس 29 على مدينة الجزيرة العاصمة بومردستي بازا كذلك على بيتنا ميلا وخنشرا حوالي 27 درجة على قلمة 26 بعنابة 40 درجة على غردية أو المنيعة 46 على كل من إن صالح كذلك إليزي وجانت 43 درجة على أدرار 36 بيتندوف و44 درجة على برج باجي مختار البحر اليوم السبت حيكون بحر هادئ وجميل على طول الشريط الساحلي مع رياح ضعيفة سرعة بين 10 حتى 30 كم في الساعة رؤية متوسطة وتجاه الموجة رح تكون من غربية لشاملية غربية على طول الشريط الساحلي قبل الختام كالعادة مشاهدين نشوفوا مع بعض حالة تقص بولاية تزوزو بداية من يوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين إن شاء الله تقص مشمس لكن يوم الاثنين حتعود الأمطار إن شاء الله رح نسجل بين 16 حتى 18 درجة خلال الصبيحة وما بين 28 إلى 30 درجة خلال الظاهرة الختام سيكون كالعادة مشاهدين بورقة توقيت شروق وغروب الشمس وهذا ليوم السبت وليخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن بهذا مشاهدين أصلي طي ورقة حوالة تقص دمتم فرعيتلا وحفظه السلام عليكم